طب حاجة نفس الناس كتير نفسها هتعرفها عنك يعني فيه شباب كتير بيغنوا وشايفين عندهم موهبة رامي صبري كان عنده موهبة ودخل درس حاولت ازاي تبقى مطرم يعني ايه المحاولات اللي حاولت حلو السؤال ده حلو السؤال ده اقولك ليه لانه دايما طب فهمتوا الاول عشان انا حسيت ان انا اللي اخبطت الكلام جدا ده فهمتوا قصدك لانه السؤال ده انا باستنى ليه لانه دايما يقابلني مثلا وانا مثلا خارج من قاعة افراح انا نفسد دي حلو عيزة غالي اه هو انا ليه حضرتك ما تساعدنيش مثلا فانا بقى اتفكر كيه بعد مركبة العربية طب انا فعلا مساعدوش ليه هو ايه اللي خانيه مساعدوش طب انا ساعدو ازاي اولا هو انا محدش ساعدني في البداية الموضوع ما جاش مساعدة هي الفكرة ان انت بتتعلم موسيقى بتخش معهد الموسيقى العربية قبل الجامعة مثلا او لو انت في الجامعة بتخلص الجامعة وتروح بتعلم موسيقى العربية وانت في المعهد حسب شخصيتك بقى انت لو ملتزم هتلاقي نفسك بتعرف شخصيات تانية بتعرف على ناس تانية القادة اللي هي بتاعت الاجتماعية بتاعتك التعرف بتكبر فبتلاقي نفسك انت لو انت فنان بجد او مهم بتلاقي ناس بتطلبك طب ايه يعني مثلا انا اول مرة نزلتش تقالت اللايف كنت بغني كورال مثلا مع محمد الحلو فنان العظيم اه وانا كان عندي 16 سنة مسلا وما بتكسبش تحكي الحكاوي دي؟ لا لا خالص بالعكس ازاي اتكسف ازاي ده هو ده اللي خلاني دلوقتي بعرف امسك مايك وادنطط كده قدام الناس وغنيهم وعندي سيطة اوه اشتغلت الشوالاني دي وانا يعني احنا عرفينهم بالاسم بانهم بعض بس ما بتتركوش في ده ما بيقوله والله يعني مصطفى امر مثلا والعالم والله فكل الحاجات دي اتعاملت قدامنا بتزيد خبرة بتتعلم بتاعها بتشوف نجوم قبليك زي عمر دياب الفنان عمر دياب والفنان محمد فقاد زي محمد الحلو عمر مونيك كل دي كانوا نجوم ساعة ما احنا كنا صغارين كبار قوي يعني شغالين كمان في السوق وهم اللي مسيطرين يعني فكل دي حسب ما انت بقى بتجتهد كل ما ما تجتهد اكتر وكل ما ما تنامش وتضيع وقت اكتر وتضيع وقت في الحاجة اللي مش مهمة بتلاقي نفسك انت بتتعرف عن ناس اكتر بتحط في حتة اهم بتتطلب في حاجات مهمة هي هي جات كده